خط الزواج للمرة الثانية بعد ما قريت التعليقات عن خط الزواج في الفيديو السابق قررت اني اعمل الفيديو ده عشان افسر زيادة شوية عن الخط ده للناس اللي سألوا بشكل شخصي عن حاجات تخص الخط مبدئيا الزواج هو التعريف التقليدي للخط ده على الرغم من ان الممارسين التقليديين اللي كانوا بيفصروا الكف زمان كانوا شايفين ان الخط ده بيشير لعدد وجودة وطول العلاقات الشخصية سواء كان الجواز موجود في العلاقات دي او لا يعني اذا هم شايفينه او كانوا شايفينه ان هو ليه علاقة بالعلاقات الشخصية كانوا بيفصروه على انه اشارة لعلاقات شخصية ده المفسرين زماني طيب احنا ممكن نشوف الخطوط دي تحت الاسبع الصغير اللي هو الخنصر تحت الاسبع ده او على الجنب ده بيبقى دايما فوق خط القلب فوق خط القلب وبتشير عدد الخطوط الى عدد المرات اللي هيتجوز فيها الشخص طيب بتزهر بقى خطوط الزواج دي بغض النظر عما اذا كان الفرد سيتزوج بشكل قانوني او في اي عادات او تقاليد او ثقافات في دول مختلفة لان في بعض الدول ما عندهمش شكل الارتباط بشكل قانوني زي ما في الدول العربية او في الدول الاسلامية اذا كانت الخطوط غير موجودة مش موجودة خالص فمن المحتمل ان الشخص ده لن يتورط ابدا في علاقات شخصية هامة شخصية طيب عدم تواجد الخطوط برضو ممكن يدل على فتور كبير في العلاقة الحالية او ان الشخص مثلا لسه ما قابلش الشخص اللي هيرتبط به طيب بيشير موقع الخطوط بالنسبة لخط القلب يعني ده خط القلبة هو الى العمر الذي سيبدأ او ستبدأ فيه العلاقة يعني كل ما اقترب خط الزواج من خط القلب ده بيشير الى بدء العلاقة في سن المرهقة او في بداية العشرينيات ادي خط القلبة هو لو قريب قوي منه هيبقى في سن المرهقة او في العشرينيات طيب لو في المنتصف المنتصف اللي هو بيبدأ من الاسبع للخط من الاسبع للخط لو جي في النص هنا ده بيوحي ببدء العلاقة في العشرينيات عمتا او التلاتينات مش بدايات العشرينيات طيب لو الخط في الربع الاخير في الحتة الاخيرة دي زي اللي عندي جدا قريب من الاسبع الصغير ده معناها ان العلاقة او الزواج ده سيبدأ في نهاية التلاتينات او بشكل اكتر احتمالية بعد الاربعينات كده احنا عرفنا المرحلة السنية واي علاقات لاحقة هتظهر في سن متأخر بعد الاربعين هيكون خط الزواج قريب لاسبع الخنصر هيكون قريب للاسبع أنا بص انا هنا في الربع الاخير العلاقات اللي بقى بعد الاربعين او بعد الخمسين هتبقى بعد كده كمان طيب اذا انحنى خط الزواج نحو الاسفل بدون فروع انحنى لنحو الاسفل كده فسيربح الفرد شريك العلاقة التي يتعلق الخط به يعني لو في حد معاك دلوقتي هيكون هو ده الشرص اللي انت هتتجوزه واذا انتهى الخط المنحني لاسفل ده بافرع يعني نازل لتحته فيه افرع ده بيشير الى حتمية الانفصال في العلاقة دي او الطلاق طيب لو الخط الزواج موجود لكن انحنى لأعلى كان طالع لأعلى ده بيشير الى ان الفرد لن يتزوج او ان يكون لديه علاقات همه لحد ما يكبر يبقى لو الخط ده طالع لفوق كده معناها ان انت مش هتتجوز الا في مرحلة سنية كبيرة طيب عمق وقوة الخطوط بتشير الى عمق الصلة بين الزوجين وطول العلاقة يعني الخطوط الاقل عمقا او الاقل تحديدا يعني بمعنى ان هي موجودة بس مش باينة قوي او بشكل مش واضح لكن العلاقة ولكن الخط موجود ده بيشير الى علاقات اقصر مدتها قصيرة وبتشير الخطوط الزواج الاعمق او العميقة او الاطول الى علاقات تستمر لسنوات عديدة ومدى الحياة بالشكل ده اكون تقريبا رديت على معظم التعليقات اللي كانت موجودة في الفيديو السابق اللي انا اتكلمت فيه عن خط الزواج ارجو ان كل واحد يسمع الفيديو كذا مرة ويشوف في خط ايده لحد ما يوصل للوصف اللي انا قلته عن الخط ده ويطبق الكلام او التفسير اللي احنا قلناه على شكل الخط اللي هو موجود في ايده اللي عنده استفسار زيادة في حاجة ما توضحتش يا ريتي سيبلي ارجو من كل واحد عنده الخط يسيبلي برضو في التعليق شكل الخط هل هو قصير عميق منحني لتحت فيه افرع ومفهوش افرع ومش موجود خالص احنا جاهزين ان احنا نرد على جميع الناس على قدر المستطاع انا عارف ان فيه ناس بعطولي كتير ولحد دوقتي لسه ما رضيتش بس زي ما قلتلك التعليقات كتير جدا لو الفيديو ده شايف ان هو مفيد ومهم لناس كتير هتعمله شير هتعمل لايك هتباني على الصفحة وتشوف الفيديوهات القادمة بشكل مستمر عشان تعرف توصل للتفسيرات من غير ما توصل انك تعمل تفسير خاص تحياتي للجميع